السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم? عاملين ايه يا رب اكونوا بخير? احنا النهاردة هنعمل مع بعض البطاطس المقرمشة دي. طريقة سهلة جدا هتخليها طرية وفي نفس الوقت مقرمشة. زي بطاطس فرم بالزبط. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. اول حاجة هنجيب البطاطس هنجيب الكمية على حسب عدد الافراد اللي عندك. ومهم جدا ان احنا نخسل البطاطس قبل لما نبدأ في تأشيرها. بيبقى الموضوع اسهل من لما تكون كلها طينة وكده فالبطاطساية بتبقى مبهدلة. فالاحسن ان احنا نخسلها في البداية. اه وبرضو مهم ان احنا اه نجيب البطاطس تكون تحمير. ما تكونش اه اه للطبخ وكده لان هي مش بتتحمر. اه انا مش هجزب عليك وانا ما عرفش الفرق ما بين ازاي عرفها ازا كانت ديت اه تحمير او لا غير لما بحمرها. لكن قبل كده ما عرفش بصراحة. انا بعتمد على مصدقية الرجل. الرجل قال لي دي تحمير فباخدها وبمشي. يعني تمام. اه براواح البيت بقى باكتشف سواء كانت تحمير او لا. بس هي غالبا بتطلع تحمير. اه بل بالعكس يعني فيها اوقات ببقى باخد بطاطس المفروض هنا هي مش تحمير وكده. وراواح البيت تلقيها تحمير. فتمام يعني هو انا بحظي في البطاطس دي. بس مهمة جدا ان هي تكون تحمير. بتبقى طبعا فرقة في الطعم والبطاطس اللي هي بتبقى مش تحمير مش بتتحمر وبتتحرق بسرعة. ودلوقتي هنقطع البطاطس. انا جايبة القطاعة دي القطاعة دي للبطاطس وللمخلل وكده. بتدي شكل حلو قوي للبطاطس او للمخلل. ملهاش علاقة بقى ان ان هي تطلع مقرمشة او لا. عادي هي مجرد شكل وبس. يعني لو ما عندي كيش مش 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 هيأثر على ان هي تبقى مقرمشة او لا. قطعيها بالطريقة العادية. قطعيها مكعبات قطعها زي ما انت عايزة عادي مش هتفرق. هي بس مجرد شكل. نيجي بقى للمرحلة الاصعب. المرحلة اللي بقى فيها الجاري وترتشة وحاجات غريبة. مهمة جدا ان البطاطس ما يكونش فيها ميا تماما. علشان الزيت ما يعودش يطرتش. وتعودي تجري في اخر المطبخ والحاجات اللي بتحصل الغريبة دي. فلازم تبقى مصفية الزيت تماما. دلوقتي اهم خطوة في ان البطاطس تبقى مقرمشة. احنا دلوقتي سيب البطاطس تاخد غلوتين بالزبط على النار. مش هنقطر عن كده لحد ما تبقى بالشكل ده كده. ان هي تبدأ تدخل في السوا وبعدين هنقفل عليها النار. وانسيبها تبرد لمدة نصف ساعة كده. ودلوقتي انا سايبها البطاطس كنت قفل عليها زي ما قلت لكم سايبها اكتر من نصف ساعة. انت عادي مش شرط نصف ساعة بس على الاقل نصف ساعة. بس ممكن اكتر عادي. ممكن تبيتيها وتعمليها الصبح عادي. ما فيش مشكلة. الخطوة دي هي اللي بتخليها مقرمشة. وتريها من جوة وبتبقى طعمها طحفة. الناس كتير بتقول ان هي ممكن لما تقفلي عليها تشرب زيت وكده. ما تروش زيت تماما. هنا خلاص اتحمرت. آآ هاشيلها بقى المناديل عشان تصفي اي زيت فيها. هنا خلاص خرجتها على المناديل وتصفت من الزيت بجد طحفة ومشربة زيت. خالص خالص. وطرية من جوة زي ما انتم شايفين كده. ومقرمشة من بره وطعمها الطحفة. لازم تجربوها بجد. هتعجبكم جدا. وهتعجب اولاكم جدا برضو. طحفة. كده اكون خلصت الفيديو. اتمنى يكونوا الوصفة عجبتكم واستفدتوا منها. لو الوصفة عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشيروا وسبسكرايب للقناة وتفعالوا الجرس عشان يجيلكوا كل حاجة. انا بنزلها. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة